منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف سابعا الجزية هي اسم لالتزام مالي انتهى موجبه في زماننا هذا وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لأجله في زمانها لكون المواطنين قد أصبحوا جميعا سواء في الحقوق والواجبات وحلت ضوابط ونظم مالية أخرى محلها مما أدى إلى زوال العلة وما ورد في القرآن الكريم من حديث عنها يحمل على الأعداء المحاربين والمعتدين الرافضين للمواطنة وليس في المواطنين المسالمين المشاركين في بناء الوطن والدفاع عنه وبيان ذلك أن الجزية التي فرضتها الدولة الإسلامية على الذين دخلوا في دولتها ولم يدخلوا في دينها لم تكن اختراعا إسلاميا وإنما كانت ضريبة معروفة فيما سبق الإسلام من قوانين تأخذ مقابل الجندية وحماية الدولة والدفاع عن رعايتها فكانت بدلا من الجندية ولم تكن بدلا من الإيمان بالإسلام ويشهد لذلك أنها لم تفرض إلا على القادرين على أداء الجندية المالكين لما يدفعونه ضريبة لهذه الجندية ولو كانت بدلا من الإيمان بالإسلام لوجبت على المخالفين في الدين جميعا وبلا أي استثناء لكن لم يكن أمرها كذلك فهي لم تفرض على الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء ولا العجزة ولا المرضى من أهل الكتاب كما أنها لم تفرض على الرهبان ورجال الدين وكل الفقهاء المسلمين باستثناء فقهاء المالكية قالوا إنها بدل عن النصر والجهاد لقد فردت على القادرين بدنيا وماليا من نصارى نجران مقابل إعفائهم من الجندية نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك لا يكلف أحد من أهل الذمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم لملاقات الحروب ومكاشفة الأقران وأن يكون المسلمون ذبابين عنهم وجوارا من دونهم وفي البلاد التي آثر فيها غير المسلمين أداء الجندية مع المسلمين لم تفرض عليهم الجزية بل كانوا متساوين مع المسلمين في القتال وفي نصيبهم من الغنائم كما حدث في جرجان حيث نصت معاهدة القائد سويد بن مقرن مع أهلها ومن استغنى به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه وحدث ذلك أيضا مع النصارى من أهل حمص عندما حاربوا في صفوف جيش أبي عبيد بن الجراح في موقعة اليارموك ضد الروم البيزنطيين وأسقط عمر بن الخطاب الجزية عن نصارى بني تغلب لما رأى نفارهم وأنفهم منها فلم يأمن شقاقهم واللحاق بالروم أو أن يكونوا ظهيرا لهم على أهل الإسلام وعلم أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الإسم عنهم مع استبقاء ما يجب عليهم من الجزية فأسقطها عنهم واستوفاها منهم باسم الصدقة حين ضاعفها عليهم أخرجه ابن سلام في الأموال وأبو يوسف في الخراج وأما الذي سماه بيان الله عز وجل صغارا إنما رتبه على الحرابة لا على مجرد الكف أو الانتساب إلى الكتاب فإذا انتهت الحرابة فلا صغار وقد شدد فقهاء الشريعة النكير على من يسيء إلى أهل الكتاب في أي وجه من أوجه المعاملة بل أكدوا على ضرورة حسن معاملتهم والإحسان إليهم إن الله لا يغني رماد قرم حتى أن يغني رماد أم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة